موسيقى الآن نشرة الأخبار مع عبد الرحمن النجار طابت وقاتكم مشاهدين الكرام في نشرة لأهم الأنباء نبدأها بأبرز العنوان موسيقى القضاء العراقي يرفع شارة الإنذار البلاد تمر بأعقد وضع سياسي منذ 2003 ورئيسه يجدد استقلاليته موسيقى تأرى لشهداء الإعظام عملية واسعة تضيق الخناق على الإرهاب ورسول يؤكد حدودنا مع سوريا مؤمنة موسيقى مع استضافة العراق لمائتين وتسعين الف لاجة النداءات الدولية تتجدد النازحون يحتاجون للمساعدة موسيقى موسيقى مرحبا بكم مجددا انطلقت في العاصمة بغداد الاحتفالية الرسمية بيوم القضاء العراقي بحضور دبلوماسي اقليمي وتولي بالإضافة إلى شخصيات حقوقية وأكاديمية وقال رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فأق زيدان في كلمته خلال الحفل إن العراق يمر بظرف سياسي قد يكون الأعقد منذ عام 2003 داعيا القوى السياسية إلى احترام ما يصدره القضاء من قرارات وأحكام في العراق يتميز القضاء باستقلاله التام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية وهذا الاستقلال التام منح القضاء قوة أكبر في الحفاظ على تطبيق الدستور والقانون بالشكل الصحيح ومصداق لذلك يصدف اليوم أن نحتفل بهذه المناسبة وبلدنا يشهد ضرفاً سياسياً صعباً قد يكون هو الأعقد منذ تغيير النظام السياسي سنة 2003 وإلى الآن وعين المراقب المنصف الموضوعي ترى بوضوح الدور المحوري والإيجابي للقضاء وهنا نجدد الدعوة إلى جميع القوى السياسية المتنافسة إلى احترام ما يصدر عن القضاء وموجب الدستور والقانون وإن كان بخلاف رأيها بدورهم أكد نواب عن تحالف العزم وتقدم إن الأجواء السياسية لا تزال مرتبكة إلا أن المباحثات مستمرة مع باقي الكتل السياسية الأخرى من أجل الوصول إلى اتفاق سياسي موحد لتشكيل الحكومة لا يوجد شيء ننتظر المحكمة الاتحادية شنو اللي تقرره بعد ذلك حيتم الالتفاق مع الحكومات الأخرى هناك مباحثات مستمرة ومتواصلة مع كل الفرقاء السياسيين في سبيل التواصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة أكيد الجو السياسي اليوم مرتبك ولكن نأمل الانفراج عن قريب ويعني بجهود حثيثة من قبل الأخوة يجب أن تساهم في حلحلة الأمور في خلق جو من التفاهم في سبيل تشكيل الحكومة والخروج إلى العمل الجاد في سبيل رفع المعاناة وتحسين الوضع في العراق هذا أوضح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني محمود خوشناو أن حزبه والحزب الديمقراطي يسعيان بكل جدية إلى الوصول لتفاهمات مشتركة والذهاب إلى بغداد بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية كاشفا في تصريح خاص به قناة الفلوجة إلا أن حزبه لم يسمي مرشحا لشغل منصب رئيس الجمهورية حتى الآن الطرفان يحاولان أن يذهبان إلى مرشح واحد يذهب إلى بغداد وأن لا يكون هناك تنافس في بغداد يعني صراحة أقولها عبر الفلوجة الآن أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني ولو أنه حسم أمره برئيس جمهورية من هو مرشح مرشح رئيس الجمهورية داخل الاتحاد ولكن لم يسمي بصورة رسمية مرشح الاتحاد للرئاسة الجمهورية وحتى الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يسمي مرشحه الرسمي للرئاسة الجمهورية كان سيد بشار زباري عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني مرشحا عن الحزب الديمقراطي الكردستاني تماعات بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للاتفاق على حسم منصب رئيس الجمهورية وسط احتدام المنافسة بين برهم صالح وهوشيار زيباري تفاصيل أوفى عن هذه المفاوضات نتابعها في هذا التقرير جليد خلاف منصب رئاسة الجمهورية قد يذوب هذه المرة خلال الساعات القليلة المقبلة إذ تتجه الأنظار الاجتماع المرتقب بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني والاتحاد الوطني برئاسة بافل طالباني للاتفاق على شخصية كردية واحدة لمنصب رئيس جمهورية العراق ديمقراطي الكردستاني لديه ملاحظات على سيد برهم صالح ولذلك ينبغي الاتحاد الوطن الكردستاني إذا سعى وحاول أنه يحصل على هذا المنصب عليه أن يحصل الموافقة من الديمقراطي الكردستاني على أي شخصية يقدمها لأن هذا منصب هو منصب كردي ليس حكرا على اتحاد الوطن الكردستاني ومع اقتراب مدة التوقيت الدستوري الذي حددته رئاسة البرلمان بخمسة عشر يوم للقوى السياسية بشغل منصب رئيس الجمهورية الذي هو من حصة القوى الكردستانية شخصيتان تتنافسان إلى ثالث لهما تتمثلان بمرهم صالح وهوشيار زيباري فيول أسهم سترتفع نحو كرسي قصر السلام في دار السلام الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لهم خلاف بأنه لم يعطون أو لم يمنحون هذا المنصب الاتحاد الوطني الكردستاني بل كان لهم نوع من ملاحظات أو فيتو أو مثلا حضر على السيد دكتور برهم أحمد صارف فقط وطلبوا من عندنا بأنه نرشع شخصين آخرين على دكتور برهم صارف وبعد ذلك سوف نناقش أو نوافق على شخص من هؤلاء الأشخاص منصب رئيس الجمهورية تعاقبت على شغله شخصيات مؤثرة في الساحة السياسية بعد عام 2003 وهو على منصب إداري في الهيكل الحكومي للدولة ويتم انتخابه من قبل مجلس النواب فيطرق ستسلكه الأحزاب الكردستانية هل بالتوافق عليه داخليا أم بالذهاب نحو طريق اتفاق الكتل السياسية عليه في بغداد من أربي البشير الحسن قناعة الفلوجة أمنياً نفذت القوات الأمنية المشتركة عملية واسعة لتطهير منطقة حاول إعظام والحدود الفاصلة بين قيادات عمليات ديالا وصلاح الدين وساما الراعو أوضح الإعلام الأمني أن العملية تنفذ بإسناد من طيران الجيش والقوة الجوية وبمشاركة قطعات من فرقة القوات الخاصة والفرقة المدرعة التاسعة وفرقة الرد السريع ولواء المهمات الخاصة بالشرطة الاتحادية وتشكيلات الحجد الشعبي في الأثناء نفذت القوات الأمنية انتشاراً مكثفاً في المناطق المحيطة بسجني أتاجي وأبغريب في العاصمة بغداد هذا واتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة في النقاط التفتيش على الطريق المؤدية للسجنين تحسباً لحدوث هجمات إرهابية مشابهة لتلك التي حدثت في سجن جويران في محافظة الحسك السورية وغروب عشرات الإرهابيين منه من جانبه قلل اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة قلل من خطورة الإرهابيين الهاربين من سجن جويران السوري مؤكداً أن الحدود العراقية مؤمنة بكاميرات حرارية وأسلاك شائكة إضافة إلى وجود خندق فاصل بينها وقال رسول أن توجيهات صدرت من قبل القائد العام للقوات المسلحة تضمنت مضعفة الجهد الأمني على الحدود العراقية السورية بعد الأحداث التي شهدها سجن جويران مضيفاً أن الإرهابيين الهاربين لا يشكلون تحدياً للأجهزة الأمنية ومشيراً إلى أن بقايا داعش ليست لديها القدرة على مواجهة القوات العراقية بدوره أكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أن سياسة التهويل الدعائي لأحداث الإضطرابات وبث الإشاعات بواسطة من وصفهم بزمرة من المرتزقة لم تعد تنطلي على أحد الحلبوسي قال في تغريدة له على تويتر إن أحداث 2014 كانت درساً بليغاً استوعبه العراقيون جيداً مبيناً أن تنظيم داعش الإرهابي لن يعود وأن الإرهاب بكل أشكاله سينجلي وفق ما جاء في تغريدته من جانبه أكد زعيم التيار الصدرية السيد مقتدى الصدر أن الأوضاع الأمنية الأخيرة وما رافقها من خروق لن تعرقل سير تشكيل الحكومة العراقية وقال الصدر في تغريدة تلة إن الشكرى المشكلة الأكبر هي ما يقوم به البعض من تضخيم للأمور بغية إشاعة الخوف والطائفية مشيراً إلى أن الحكومة يجب عليها عدم دعم الجيش عفواً دعم الجيش العراقي وتوفير كافة الإمكانات مشدداً على المضيف مشروع الأغلبية الوطنية من جانبه توجه عدد من أعضاء البرلمان الجديد برفقة محافظي ديالة إلى موقع الاعتداء الإرهابي الذي وقع أمس في حاول عظيم بديالة وشخصوا خلال زيارتهم أسباب الخروقات المتمثلة بعدم التنسيق بين عمليات صلاح الدين وعمليات ديالة مطالبين القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل الفوري لحل الأزمات الأمنية يدعم الأجزاء الأمنية وخاصة فرق الأولى الحادث الذي جرى حادث مؤلم وحادث لا يتكرر إن شاء الله بالأيام القادمة ونحن عندنا مشكلة ميدانية ما بين القيادات قيادة عمليات ديالة وقيادة عمليات صلاح الدين وقيادة عمليات سامراء هذا الفراغ الموجود الذي شاهدناه اليوم مع الأخ محافظ ديالة أنه يكون معالجته من قبل الأخ القائد العام القوات المسلحة وسيد وزير الدفاع نقطة موجودة كافة التحصينات بها من قبل كاميرا حرارية موجودة لاحظنا وجود كاميرا حرارية برج محصن رحم الله شهداء العراق الدماء الكريمة التي سالت على السواتر وأبطال السواتر اليوم كانت زيارة ميدانية برفقة الأخ العزيز النائب الأستاذ ياسر وثوت والسيد المحافظة المحترم وقائد الفرقة ووقفنا على الحادث الحادث المأساوي الذي ذهب ضحيته شهداءنا أبنائنا وأخوتنا العزاء وإن شاء الله قمنا بتشخص المشاكل ووضعنا الحلول وسيتم إن شاء الله كتابة تقرير بالحادث ورفعه إلى السلطات التنفيذية للأخذ به في سياق أمني آخر كشف مصدر أمني تفاصيل حادثة مقتل محام في مجمع بسماء الشرقي بغداد مبينا أن المعلومات تشير إلى أن من قام بإطلاق النار عليه هو مدير شعبة التحقيقات والمخدرات في وزارة الداخلية وقال المصدر إن المدعو علي غازي مهدي عبد حماد الياسري وهو ضابط برتبة مقدم في شعبة التحقيقات والمخدرات ويسكن مجمع بسماء قام بإطلاق النار صوب رأس المحام إيهاب محمد لطيف بعد مشاجرة بين الطرفين في مجمع بسماء السكنية مبينا أن المجن عليه فرق الحياة بعد الوصول إلى مستشفى الجملة العصرية أصدرت وزارة الدفاع العراقية توضيحا بشأن عثور سكان محليين داخل الأراضي الإيرانية على رفات ثلاثة من الجنود العراقين قضوا خلال الحرب العراقية الإيرانية وأوضحت الوزارة إنها دققت قاعدة بيانات المفقودين في الحرب العراقية الإيرانية ووجدت تطابقا مع أسامي إحدى الرفاء مشيرة إلى إجراء الاتصال بالمعنيين من الجانب الإيراني بشأن الرفاء وتبين أنها محفوظة لدى السلطات الإيرانية المختصة وسيتم تسليمها إلى الجانب العراقي بأقرب عملية تبادل وحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في العام 2008 وبإشراف اللجنة الدولية للصليب الأحمر كشفت الأمم المتحدة عن استضافة العراق حاليا ما يقرب من 290 ألف لاجئ وطالب لجوء بالإضافة إلى مليون ومئتين ألف نازح داخليا وذكر تقرير للأمم المتحدة إن الكثير من اللاجئين في العراق عانوا بشكل كبير بسبب الأزمة وفيما بيّنت أن هناك عددا كبيرا من النازحين العائدين داخليا بحاجة إلى المساعدة أشارت إلى أنها تعمل على تقديم المساعدات بالتنسيق والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدوره أكد ممثل الهجرة في مكتب دهوك أن النازح بحاجة إلى برميل نفط سنويا على الأقل وأن المكتب قد باشر بتوزيع مادة النفط الأبيض المخصصة من وزارة النفط العراقية على النازحين في 16 مخيما في دهوك النازحون بحاجة إلى النفط في الشتاء خصوصا شمال العراق حيث البرودة شديدة والثلوج تغطي كل مكان كما ترون إذ إن كل نازح بحاجة إلى برميل نفط سنويا على الأقل باشرنا الآن بتوزيع مادة النفط الأبيض المخصصة من وزارة النفط على النازحين في 16 مخيما في دهوك وعدد العائلات أكثر من 22 ألف عائلة يواصل تحالف العزم وتقدم جهوده الإنسانية في دعم النازحين خصوصا مع انخفاض درجات الحرارة واجتياح الثلوج للمخيمات ليطلق التحالف مبادرة حملت اسم عنكم لدعم النازحين في مخيمات النزوح والتخفيف عن معاناتهم بعد حرب بلا هوادة سلاحها البرد والثلج وضحاياها النازحون لبأت حالف العزم وتقدم مناشداتهم لتوفير احتياجاتهم الرئيسية في حملة إغاثية كبرى شملت أغلب مخيمات النازحين إذ حطت الرحالة اليوم في مخيمات بزيبز والله العظيم مكيفنا بهذه المبادرة اللي جبتنا ياها لأن بهذا الوقف وبهذا الشهر خاصة أمشار الواحد هو برد حيل إحنا نجاعدين بالمخيمات والله العظيم برد أقسم لك بالله العظيم قمنا نشعل البطانيات مال السياجات مالاتنا اللي بساتر علينا وعلى عراضنا تواصل الحملات الإنسانية لإغاثة النازحين خطوة مهمة للتخفيف من معاناتهم في ظل أجواء شتوية قاسية حيث يحتوي مخيم بزيبز وحده في محافظة الأنبار أكثر من 1600 عائلة تستغيث من شدة البرد بدعم مباشر من قبل السيد رئيس مجلس النواب العراق الأستاذ محمد ركان الحلبوسي والشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف العزم وتقدم انطلقت اليوم حملة إنسانية كبرى استهدفت مخيمات النازحين في قضاء عامري الصمود وتحديداً في مخيمات بزيبز اليوم هذه الحملة شملت هذه المخيمات وجميع القطاعات الموجودة في هذا المكان المشكلة لا تحل بهذه المواد التي نحملها لكن الأصل المشكلة هي النزوح الحل الوحيد هو عودة النازحين إلى ديارهم أما تحالف عزم وتقدم هذه خطوتهم مباركة رسالة يوصلوها رسالة تضامن إلى أخوانهم أنه نحن بالوقت الذي أصواتنا عالية تنادي بعودة النازحين كذلك أيدينا ستكون كريمة في إغاثتهم وتقديم العون لهم في الظروف الاستثنائية ويؤكد تحالف العزم وتقدم أن عودة النازحين إلى مناطقهم بصورة كريمة ودون شروط مسبقة يمثل الحل النهائي لهذا الملف الذي يتصدر أعلى الأولويات في نهج التحالف من الأنبار أحمد ناجي قناة الفلوجة انطلقت في العاصمة بغداد أعمال منتدى العراق للطاقة النظيفة والمتجددة للعام 2022 بمشاركة محلية معالمية لعدد من الشركات النفطية المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد أوضح أن المنتدى يأتي ضمن توجه العراق والحكومة والوزارة لدعم جميع المبادرات والجهود للتحول التجريجي من الطاقة التقليدية إلى الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال مشاريع التعاون بين الشركات الوطنية والشركات العالمية الرصينة والمتخصصة في هذا المجال مشيرا إلى أن مشاركة كل من وزارات النفط والكهرباء والبيئة وعدد من الشركات الوطنية والعالمية العاملة في العراق من جانبها أعلنت وزارة الكهرباء تراجع ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية من المنظومة الوطنية في مناطق ومدن البلاد كافة باستثناء إقليم كردستان مشيرة إلى فقدان أكثر من 7500 ميجاوات وذكرت الوزارة في بيان أن تخفيض معدلات الغاز الوطني وانحسار إطلاق الغازات الغاز المورد وإطفاء الخطوط الإيرانية كل ذلك ينعكس سلبا على منظومة الطاقة الكهربائية وأوضح البيان أن إطلاقات الغاز المورد انخفضت إلى ثمانية ملايين ونصف المليون متر مكعب يوميا من أصل خمسين مليونا وفقا للوزارة فإنه جرى تخفيض خمسين في المئة من الغاز الوطني من طاقة حقول الزبار غرب القرن الشمالية والجنوبية بسبب سوء الأحوال الجوية تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة في عموم المحافظات العراقية أبدأ أهالي محافظة الأنبار استياءهم الشديد من انقطاع التيار الكهربائي عن أغلب مناطق المحافظة وسط مطالبات بضرورة حل هذه المشكلة الأزلية تفاصيل أوفى نتابعها في سياق هذا التقرير بخطة متسارعة تتصاعد أزمة الكهرباء في محافظة الأنبار مع استمرار الانقطاع شبه التام بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة لتبلغ ذروتها منذ أسبوع وتثقل كاهل المواطنين الذين أبدوا استياءهم من عدم اتخاذ الجهات المسؤولة حلولا ناجعة طيلة السنوات الماضية رغم المليارات التي صرفت على هذا القطاع أنا هسة بالبيت خايصات نتعب من أسبوع الكهرباء زفت تجي ترمش ما قالت عندنا لا قلوب لا مجمدة لا ثلاجة كل ما كل طفته ما يحارس نحن منعرفه شنوه ما نعرفه كلها نحمي بجدرية ونطب نسبح ليش؟ وين راحة الوطنية؟ وشات الوطنية؟ فول إدنا هنا خصانحنا السبعة كيلو والخمسة كيلو فول شات الوطنية بيها وين راحة الوطنية؟ إيه من نطيتوها؟ الأمر لم يقتصر على أصحاب المنازل فحسبه بل كان لأصحاب المحل التجارية نصيب من هذه المشكلة فالانقطاع المتكرر للكهرباء والتجهيز القليل الذي لا يتعدى ثلاث ساعات في اليوم الواحد أثر على أجهزتهم وجعلهم يعتمدون على المولدات للحفاظ على الأجهزة بسبب ضعف الكهرباء الوطنية وعدم استقرار تيارها أزمة الكهرباء تتجدد مع كل موجة برد أو حرة أمر اعتاد عليه العراقيون بدون أي حلول فعلية منذ سنوات فهل ستجد الحكومة المقبلة حلاً لهذه المشكلة المستعصية؟ لقناة الفلوجة إدريس يحيى تحت شعار لا لتهميش المهندسين في وزارة الصحة يطالب المهندسون المنتسبون في المؤسسات الصحية باحتساب مخصصات الخطورة وسطى تلويح منهم بالتصعيد في حال تجاهل مطالبهم تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع نتابعها في التقرير التالي بعيداً عن التظاهر والاعتصام في الشوارع نظم مهندس وزارة الصحة مؤتمراً موسعاً في دائرة مدينة الطب لعرض طلباتهم على الوزير والمديرين العامين للنظر فيها واحتساب مخصصات الخطورة لهم بعد أن قطعت لأسباب مجهولة رغم المخاطر التي تواجهها هذه الشريحة في مؤسسات الوزارة من أبرز المشاكل عادة مشمولنا بمخصصات الخطورة يعني أسوأة الباقرانة بالمهندسين الإدارين والكوادر الإدارية العفوان بالوزارة الصحة حيث تم منح كل الكوادر العاملة بالوزارة الصحة مخصصة الخطورة إلا المهندسين ونحن نستغرب هذا الشيء على عكس نحن دوامنا بالنسبة 100% خاصة في ظل جائحة كورونا نحن كمهندسين أجهزة طبية داخل مراكز العزل الأقل شيء المفروض أن تكون عندنا امتيازات يتميزنا على بقية المستشفيات لأن نعرض نفسنا نعرض أهلنا للخطر إصابة بالفيروس هذا أولا بالإضافة أنه إحنا كمهندسين يعني شون أنا أعتبر نفسي مهندس إذا أنا ما عندي مخصصات خطورة الهندسية اللي هي لـ 35% المفاجأة كانت حين بدأ المؤتمر ولم يحضره أي من المدعوين من وزير إلى مديرين عامين لتبقى معاناتهم تراوح مكانها ملوحين بالتصعيد ما لم يستجب المعنيون لمناشداتهم لا ما حضر ما حضر لها غاية الآن للوزير للوكيل للمدير الدارية للمدير الدعوات اللي وجهتها لهم حوالي أربع خمس دعوات ولا شخص حضر للأسف بينما سلمت البطاقة الدعوة للدار المدير الدارية شخصيا لمدير المكتب هو أولوه أيضا هو مهندس وقلت له وصله للسيد الدكتور السام الشاتي هذه الدعوة نتمنى من حضوره نحن دورنا كل شي مهم كمهندسين بالصحة مثل أنا أحكي لك على اختصاص الطب الحياتي نحن صيانة الأجهزة الطبية نحن على منظومات الأكسجين نحن نوفر الأكسجين نحن ندخل ويا الطبيب نساعده بالعمليات فدورنا كل شي مهم إذا اتهمشنا يعني هذا ظلم أنه نحن درسنا وتعبنا وصلنا هالمرحلة ويقول المهندسون أن كثيرا من الملاكات الطبية والتمريضية والصحية تزاول مهنا إدارية وفنية في وزارة الصحة ويتقاضون مخصصات خطورة كملاكات تمريضية وصحية وطبية في حين تمارس الملاكات الإدارية والهندسية والفنية أعمالا مماثلة وتتعرض للخطورة نفسها دون شمولها بمخصصات الخطورة كأقرانهم من بغداد ناس يوسف قناة الفلوجة أعلنت وزارة الخارجية تسلمها خمس قطع أثرية من مكتب المدع العام في منهات في الولايات المتحدة سرقت خلال الثلاثين عاما الماضي وتقدر بملايين الدولارات وذكرت الخارجية في بيان إن من بين القطع الأثرية التي استردت لوحة عاجية تبلغ قيمتها نحو أربع مائة وخمسين ألف دولار وهي تصور أبو الهول المجنح برأس بشري والذي كان يستخدم في تزيين الأثاث الملكي خلال الفترة الملك سرجون الأول وبحسب البيان فإن القطعة الثانية وهي وعاء به زهرة صدفية تبلغ قيمته مائتي ألف دولار يعود تاريخها إلى العصر الآشوري الحديث فيما ذكر البيان أن القطعة الأثرية الثلاثة الأخرى تشمل مجموعة من المخطوطات المندائية بقيمة تجاوزت ثمانمائة ألف دولار واثنتين من العلب الاسطوانية بأغطية منفصلة تبلغ قيمتها مليونا ونصف المليون دولار للقطعة الواحدة في الختام وعلى أوتار العود تقسمت الألحان بين الفرح والحزن بأنامل العازفين وعلى رأسهم نصير شم في ليلة أثارت الجمهور العراقي في المسرح الوطني ببغداد تفاصيل أوفى عن هذا الحفل نتابعها في سياق هذا التقرير تعود أوتاره لتجدد بريق الموسيقى العراقية بعد سنوات من العتمة إنه المسرح الوطني وقد تسيده العالمين نصير شم مع أعضاء أوركستر بين أيديهم آلات موسيقية عراقية تاريخية فضلا عن سنجور آلة يعود ظهورها إلى ما قبل الميلاد بألفي عام ما يظهر مدى عراقة الموسيقى العراقية في العالم ولا يكتمل التخت الشرقي من دون الدف والطبلة ليرافق الإيقاع بانسجام لا مثيل له وليترجم كل هذا الجمال إلى مقامات الموسيقى الشرطية نحن الرهان كان الجمهور الجمهور المحترم جداً اللي كان موجود اليوم هو جمهور ما يختلف عن أي جمهور بأي دولة من دول العالم المتحضرة والمتقدمة وهذا الشعب اللي احنا كنا نستهدفه طوال هذه السنين من عمرنا الجهود الكبيرة اللي انبذلت كان يستحقها هذا الجمهور وهذا الإصغاء الممتاز اليوم أنا أعتقد اليوم اللي حققناه نجاح كبير اللي قدمت الفرقة الوطنية للتراث الموسيقى العراقي عمل كبير وعمل مهم بمرافقة الفنان الكبير نصير شمى الحفل الذي عاش تفاصيله متذوقو الفن بين الماضي والحاضر والشرق والغرب شارك فيه خمسة وثلاثون عازفا بمقطوعات موسيقية من تأليف شمه وشهدت تفاعلا لافتا من الجمهور تقيقة يعني من زمن طويل أنا محاضرة هيك أمسية يعني من أبدع ما يكون حفلة عراقية بامتياز سومرية بامتياز سنوات كثيرة احنا محاضرين هيك حفلات ومسامعين هيك موسيقى نظيفة وراقية وعراقية أصيلة حقيقة يعني جدا 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 استمتعنا على أوتار العود تقسمت الألحان بين الفرح والحزن بأنامل العازفين وعلى رأسهم نصير شمى في ليلة أثارت الجمهور في المسرح الوطني لتكون بمثابة رسالة واضحة لعودة العراق إلى ما كان عليه أيام تصدره قائمة بلدان العربية الأكثر ترويجا للثقافة بمختلف أنواعها وألوانها من بغداد علي عبد الكريم الفلوج الفضائي شاهدين النشر انتهت إليكم أبرز مجاة فيها القضاء العراقي يرفع شارة الإنذار البلاد تمر بأعقد وضع سياسي منذ 2003 ورئيسه يجدد استقلاليته سأرى لشهداء العظيم عملية واسعة تضيق الخناق على الإرهاب ورسول يؤكد حدودنا مع سوريا مؤمنة مع استضافة العراق لـ 290 ألف لاج النداءات الدولية تتجدد النازحون يحتاجون للمساعدة مشاهدين النشر انتهت للمزيد من الأخبار والمعلومات يمكنكم زيارتنا على مواقع التواصل الخاصة بالفلوجة شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة